وقعت جمعية الكاريتاس في الأردن في مقرها بعمان اتفاقية تعاون مع مؤسسة SOS for Life Foundation البولندية بحضور ممثلين عن الجهتين وتقضي الاتفاقية بالتزام المؤسسة البولندية بتقديم خدمات في الأراضي المقدسة ودعم الأنشطة الدينية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الأردن من خلال تقديم المساعدات ودعم المجتمع المحلي من المحتاجين واللاجئين وأكد مدير الجمعية وائل سليمان أن هذه الخدمات التي ستقدمها المؤسسة البولندية من خلال مطرنية اللاتين في الأردن ستركز على الجوانب الإنسانية والإغاثية إلى جانب دعم البرامج السياحية في المنطقة المؤسسة معنية اليوم بخدمات تقدمها للأراضي المقدسة من فترة تواصلوا من خلال مطرنية اللاتين مع كاريتاس حتى يصير في تعاون ودعم تحديداً المؤسسة معنية بالأقلية المسيحية اللي موجودة في مناطقنا بشرق الأوسط وتحديداً في الأردن اليوم فالمؤسسة اللي برأسها كاهن أبونا توماس واحدة من المؤسسات العريقة في بولندا اليوم معنيين بدعم المسيحيين في الأردن من خلال كاريتاس ببرامج حتى برامج سياحية بدهم يشجعوا السياح من بولندا ليزوروا الأردن وبرضو مساعدات إنسانية